بعد ما شفتوا الجزء الأول ده لخصناه في حالات كتير جدا 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 هنعرضها في يوم من الأيام كاملة بس هتاخدوا وقت طويل قوي قوي مع حضراتكم كل الكلام ده ليه؟ عشان النغمة اللي طلع دايما من سنتين ثلاثة وإحنا ما كناش بنتكلم وما بنردش قبلا يقولك الأهل بيكسب بالحكام والزمالك طول عمره مظلوم من الحكام الأهل بيكسب بالحكام والزمالك طول عمره مظلوم من الحكام يا رب سامحني يا رب والنبي يا رب ليه كده يا رب والنبي سامحني يا رب مش عامل كده ت plano وش اعمل كده تانية ليه مش اقول كده بعد اللي شفت�� يا رب مش عامل كده يا رب يا رب سامحني بس ممكن أقول كده السنة الجاية ممكن أقول كده السنة الجاية هي دي النغمة اللي سيدة على طول خلينا بالعين بالعين المجردة وهقول كمان للمشجع مرة تانية لا تتناقش ولا تتحاور مع تلاتة من كان صوته أعلى من قدره ومن كانت عينه لا ترى إلا لونه ومن كان عقله لا يدرك ما يقول نرجع تاني لكابتن أصام عبد الفتاح فين كابتن أحمد حمدي؟ هجمنا الحكام وانتقدنا الحكام